ورجعنا لكم مرة تانية طيب من كم يوم انتشرت أخبار في العالم كله عن متحور جديد من متحورات كورونا باسم EG5 المتحور ده هو أكثر المتحورات انتشارا في العالم على حسب أحد تصريحات الدكتور عوات تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية يمكن الانتشار السريع ده هو اللي خلى كتير من الأخبار تنتشر على احتمالية تأجيل الدراسة كمان وتوقفها لفترة وعلشان كده احنا هنحاول في الفقرة دي نقدم لكم الأخبار والمعلومات الطبية الصحيحة سواء عن المتحور ده تحديدا أو عن فيروس كورونا بشكل عام كل ده وأكثر هنعرفه من ضفنا اللي بنوارنا النهاردة دكتور أشرف جوهر أخصائي أمراض البطنة والمناعة صباح الوردة عليك يا دكتور صباح الفل عليك يا فدفة زي ما كنا بنتكلم دلوقتي صباح الوردة راحيك زي ما كنا بنتكلم دلوقتي احنا عندنا مشكلة كبيرة ان احنا رجعنا تاني نسمع قصة متحورات كورونا كل شوية نقول خلاص يا ربي القصة دي هتنتهي والحقيقة انها مش هادية تنتهي انا مش عارفة ليه بس ظهر متحور جديد ويقال ان هو الاكثر انتشارا فصحح لنا بقى المعلومة انا عارف انها صحيحة بس قلنا احنا اخبارنا ايه وضعينا ايه هل هو مؤذي بنفس الشدة ولا لا نتحمل معه ازاي احنا طبعا بالنسبة للكوفيد 19 انا عايز افكر بس السادة المشاهدين يمكن ان كلنا كنا بنقرأ ان في 2019 كان في ورق بيتكلم ان فترة بقاء الفيروس خمس سنين يعني فكرة وجوده او استمراره مش عايز اللي بيسمع او بيقرأ يتخد هو من ساعة منظمة الصحة العالمية في شهر مايو اللي فات لما اعلنت انتهاء الحالة الطوارئ العالمية بانتهاء او انتهاء خطر فيروس الكوفيد 19 هي ما اعلنتش انه هو انتهاء تماما مزبوط انه اختفى هي اعلنت انتهاء كونه حالة طريقة عالمية الفيروسات اللي بتلف من ساعتها او من اللي موجودة بالزاد في اوروبا موجود مجموعة من الفيروسات او مجموعة من المتحورات من الكوفيد 19 موجودة وبتتحرك وبتعمل اصابات ولكن بمعدلات منخفضة جدا دول كانوا اخر حاجة اللي هو المتحورات من الاميكرون عايز اقول لحالتك ان الكوفيد دايما في فترة الصيف بيحصل فيه كان تحور حتى من الاول يعني الدلتا كان في فترة الصيف الاوميكرون كان في فترة الصيف اما ما احنا على اي اساس كنا منقول في الصيف هينتهي ومجيب الكلام لان احنا اللي بنعمل اشعاعات لوعدين لا لا اطلاقا لانه هو طبيعة الكورونا فيروس او طبيعة الانواع دي من الفيروسات هي بتتأثر جدا بارتفاع درجة الحرارة في الفين واثنين واثن واربعة بتتأثر بالزيادة اصلاك بتنشي اه لا ارتفاع درجة الحرارة بيقلل الحركة بتاعتها او بيقللها او بيطه طبعا مازبوط انا عايز فكر السيدة المشاهدين ان في الفين واثنين واربعة من الفين واثنين واربعة ظهر سارس وان اللي هو كان نوع من أنواع الكوفيد ظهر في الصين وفي الهند واختفى في الصيف مارس ظهر في الخليج وظهر في المملكة العربية السعودية كان بينتقل من الجمال للبشر وبيعمل أعراض وبتؤدي الوفاة برضو ظهر في 2012 واختفى في الصيف كوفيد لما ظهر في ديسمبر 2019 لما جاد فترة الصيف كان فيه كلام بيقوله أنه هو هينتهي لكن للأسف ما انتهيش ده نتيجة قدرته العالية جدا على مقاومة التغيرات والاستمرار على الأسطح يعني الكوفيد تحديدا قدر يعيش السنين دي كلها لأنه قدرته أنه هو يفضل على أسطح البيولوجية على أدينا وعلى المخاط بتاعنا وعلى حتى الأسطح الصلبة أعلى عشان كده قدر أنه هو يتلافى فترات الصيف وقدر أنه هو ينتقل من موسم لموسم طب عظلني يا دكتور يعني فيه دكاترة كتير بتقول دلوقتي ما نهتمش بقى خلاص بقصة قافل ده تعملي معي على أنه بردا عادي والإفه كمان جاي بقى على أنه اسمه اي جي فايف فيقولك ده ده فيروس بخمسة جنيه يعني ما تهتمش بيه خالص وتعملي معي على أنه مش موجود هل ده حقيقي ولا ناخد بالنا؟ أولا هو طبعا فيه تغيير برضو بمناسبة الإفه يعني هو فيه تغيير جديد أنه فيه حاجة اسمها نيك نيم أو اسم بيتقال على الفيروسات فهما إي جي فايف سموه إيريس اللي هو آلهة الفوضى عند اليونان وكانوا مسميين الفيرجن أو الفاريانت اللي قبليه مسميينه كاريكن ده نوع من أنواع الحيوانات الأسطورية فهو فيه اتجاه دلوقتي فعلا لتسمية الفيروس أو متحورات بأسماء ممكن تكون أسماء مشتقة من الأساطير اليوناني فالإي جي فايف لأ هو طبعا سريع الانتشار يعني قدرته على لأن احنا بنقيس ده سبع مش بخمسة جنيه خالص لا مش بخمسة جنيه ده سبع مصيبة سودة يعني الاسمه مصيبة سودة احنا بنقيس قدرته أو قوة أي فيروس أو أي متحور بحاجتين أولا قدرته على انتشار ثانيا قدرته على إيزاء أو عمل عدوى عنيفة احنا بصراحة ده ده يا دكتور السؤال المهم اللي هيجي في ذهن أي حد بيتفرج علينا دلوقتي ايه شدة عنف الفيروس ده علينا دلوقتي في الوقت الحالي بسيط جدا حمده لله خالص يعني يعتبر يعني هو في الميزان بتاعه يعتبر كأنه نزلت برد أو حالة برد عادية لكن هو سريع الانتشار لأن البروتين المكون للغلاف الخارجي ليه فيه تحورات بدخليه قادر على اختراق الأنسجة أسرع ولكن أنه هو يعمل دخول لقدرة للمستشفى أو انخفاض في الأكسجين زي الأنواع الأولى الألفا والبيتا والدلتا اللي هي الأنواع الأولانية لأ لأنه هو الأوميكرون كان تقريبا نقدر نقوله أنه كان شهادة نهاية كوفيد-19 كان ظهور الأوميكرون يعني التحور ده مش مضر بالعكس ده هو كل لما بيتحور في الفترة الأخيرة كل لما شدته بتقل شدته بتقل لكن في الإي جي فايف هو ليه لفت نظر منظمة الصحة العالمية لأنه هو انتشر بسرعة انتشر بسرعة بالزبط فرحوا أول مرة من ساعة لما المنظمة الصحة العالمية أنهت حالة الطوارئ في مايو اللي فات قالوا أنه هو يعني متحور مسير للاهتمام مش ما قالوش أنه مسير للقلق طب تفتكر يا دكتور هو منتشر يعني يقال أنه منتشر في يوروب أكتر ومش منتشر عندنا هل ده لأنه احنا حيك عارف طبعا من خمس سنين اللي فاته احنا بنقول ده برد مروح فهل ده بسبب أنه احنا لسه لحد الوقت مش مقتنعين وما بنقولش ولا هو فعلا مش منتشر عندنا قوي هو في الفترة الأخيرة في الكام أسبوع الأخيرة ظهرت بعض الحالات احنا عندنا حاجة اسمها البرد أو نزلة البرد الصيفية دي موجودة كل سنة فكرة التعرض من اختلاف درجات الحرارة ما بين البرودة وما بين الحرارة بتعمل نزلات برد لكن ما عندناش لغاية دلوقتي رسميا ما يفيد وجود هذا الفيروس لأن احنا عشان نقول أن هذا الفيروس موجود لازم يتم سحب عينة أو أخد مسحة ويثبت فيه وجود هذا لا ده مش موجود لكن في بعض الحالات اللي ظهرت كنزلة برد صيفية أو كنزلة برد دي موجود بشكل أو بآخر لكن رسميا لا يوجد ما يفيد ده طيب السؤال هنا بقى إيه فرق الأعراض عن نزلة البرد الصيفية وعن الكورونا اللي هي EG5 الجديدة دي إيه آخر تطورات الأعراض ال EG5 يعني فيه ثلاث أعراض أو أربعة رئيسيين بيحصلوا دايما اللي هو الشعور الارتفاع بسيط أو ارتفاع في درجة الحرارة الشعور باحتقان الأنف أو سيلان الأنف كل ده مروحة عاية آه بسرعة كل ده متمل مروحة فعلا نمسك كوصة عاية مسبوك مسبوك احتقان الحلق أحد أهم الأعراض والشعور الكبير جدا بالإجهاد أو الإرهاق وألام الجسم يعني فيه أربع حاجات الكحة أو السعال بيكون محدود جدا فنقدر نقول زي محرك قلتي فعلا مشكورة هل نقدر نفرق ما بينه وما بين برد المروحة يعتبر فعلا شيء صعب مصبوط صحيح عشان كده احنا مش حاسين ان هو منتشر قوي وده معناه ان هو بيخف بالبروتوكول اللي عادي بتاع أدوية البدلة وسيطرة على الحرارة وسيطرة على احتقان الحلق الكلام ده كله انا عزي أقول حكي ان فيه ناس بتبقى سيمتوماتيك أصلا يعني هو جال له الفيروس سواءل أي نوع من أنواع الفيروسات وما فيش أي أعراض عدت عليه شعر بصداع مثلا ارهاق لمدة ساعتين وقدر ان هو يتجاوب بعده عايزة الفتنظر حياتك ان فيه حاجة اسمها مناعة القطيع مناعة القطيع دي في تعرفها الأساسي بتقول ايه ان لو فيه 80% من اي مجتمع جاله مناعة سواء عن طريق العدوى او الفاكسينيشن يعني عن طريق العدوى او التطايمات العشرين في المية اللي فضلين بيبقوا في أمان ما بيتجلهمش لأن موجات الفيروس بتتكسر على الناس اللي عندهم مناعة دول بحيث ان الفيروس هي إما ما بيصبش الباقي او لما بيجي بيبقى مشوه وبيبقى ضعيف طيب اللي جاله قبل كده يعني الحقيقة انا ما كنتش محظوظة خالص في موضوع كورونا اللي عشان كده تلاقيني متأذمة شوية انا كل موجة كان بيجيلي الدور ما عش كنت بقدم عن موجة الجديدة كان لازم يجيلي دور الكورونا اه كل مرة كان بيبقى اسوأ من اللي قبلها فانا يعني شزيت عن القاعدة شوية اكيد في نص حصلها كده زي هو الايجي 5 فمناته فاطئة ما جاتش عندنا سؤال كويس اوه من حريطك يا سيد سلم هو الايجي 5 سنيكي شوية ليه هو الايجي 5 قدر يتغلب شوية بالطريقة بالقشاء الخارجي بتاعه وقدرته على الاختراق على المناعة اللي هي سواء مناعة مكتسبة من تطعيم او مناعة مكتسبة من عدوة سابقة هو فعلا ايه عشان كده اصابت زي ما حالك قلت بالزبط عندهم او متعامين قبل كده لانه هو غير شوية فقدر يتجاوز المضادات اللي هي المفروض موجودة جوه الدورة دموية بتاعت الشخص كده بقى احنا ناخد اللقاحات الناس دلوقتي هيجي في ودانها بقى طبعا احنا ناخد اللقاح بقى كده دلوقتي ولا بلاش منه ده برضو سؤال فعلا في محله عشان كده دلوقتي في بعض الكلام ابتدى يظهر انه ممكن يكون فيه بوستر دوز اللي هي جرعة مكملة او جرعة مرشطة لكن هو لغاية دلوقتي عشان ما ننقلش النسبة افكارهم لسيناريوهات متقدمة هو فيه ده ده كلام لكن فعلا لو السيناريو اللي هو القادم او اي حاجة حصل اي تحورات بتتجاوز المناعة وبتعمل عدوة جمدة وفيها بعض الشدة وتبتدي ترفع مستوى الدخول اعتقد ان اكيد العالم كله لان دي عايزة لفة نظر الناس ان دي مش حاجة خاصة بمصر دي حاجة عالمية الحل في مصر لازم يكون جزء من الحل العالمي وجزء من الطبيعة المحلية بتاعتنا فلو حصل ان الاتجاه العالمي نادى ببوستر دوز او بجرعة منشطة او بجرعة مكملة اكيد هيكون فيه تحرق السؤالي بقى الصعباني اللي بسأله هنا دايما حريك هتاخد الجرعة دي ولا لا يعني انا هسأل الدكتور لو هو اخدها وstand應 نخدها ما اخداش مش هنخدها سؤال دا اكتر سؤال سألته في الحياة العامة و في من المرضى و من الناس و في التليفون وما عدد سمي هناعمل ايه احنا مش عارفين وبعدين كتير اجل اتلقى على الواتساب و على التليفون اللي هي ان التطايم و ان هي انا قولا واحدا فورا هاخد التطايم شاول يا دكتور فورا ا encontramos بحديقي عالكلام دا اما 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 انا انا اخده قبل ياك هاجي معيك تاخده وناخده يعني ناخده أمين لا لا فوراً أي نوع من أنواع التطعيمات ونفر أو حيثما يكون متاحاً لازم نتقدم لأخذ التطعيم بالذات الجرعة المناشطة لو حصل إن فيه لأنه هو إمتحنا بقى السؤال المهم في الشتاء يعني هو إحنا دلوقتي العملية أكيد مع واتفاع درجة الحرارة ومع وجود التطعيمة ومعها ومعها وعدم وجود التجمعات الكبيرة لكن مع دخول فصل الشتاء الخريف والشتاء والشتاء تحديداً هنا بقى السؤال هل حتتحول العملية لعملية أكبر ده سيناريو محدش يقدر يتقعه فيه سيناريوهات لكن كلها سيناريوهات متعارضة آه يعني إحنا مش عارفين الموضوع ده بينتهي ولا لسه هيبتدي مظبوط مظبوط لابد من إن إحنا نكون يعني مش قلقين لكن تكون زي من نظام الصحة على ما قالت إن إحنا نكون مهتمين بالأمور لكن هل حالياً في حاجة تدعو للقلق حالياً إطلاقاً هل في مؤشرات مستقبلية سيئة إطلاقاً إحنا عندنا دلوقتي مليارات الناس اتعامت معدلات الإصابات المسجلة اللي حصلت في العالم حوالي 800 مليون إصابة ده المسجل أكيد الغير المسجل أكتر من كده الفيروس لما وصل للأوميكرون لأن أنا عايز برض أقول نقطة مهمة المتحور لما بيظهر بينهي اللي قبله يعني مش هما هذه الأصناف أو هذه الفيريانس أو هذه السلالات ما بتعودش ريش جنب بعض آه مش هقول أنت عندك الكورونا القديمة آه لا هو خلاص الجديد لا فالجديد الضعيف أفضل من القديم القوي فالجديد الضعيف اللي موجود ده ممكن يكون رحمة من ربنا إنه هو مجرد فيروس ضعيف بينتقل زي ما حناك قلت مشكورة بيعمل شوية أعراض كأنها برد من مروحها برد الصيف أو لكن لو زادت عدد الإصابة وسيفيريتي حيتحور تاني لها الشدة بتاعته زادت أعتقد أنه حيكون في بعض الإجراءات يمكن يكون من ضمنها جرعات منشطة طب مين الفئة العمرية اللي الموضوع ده الأخطر عليها ولازم ياخده إحنا قلنا خلاص إلى حد ما هنتعامل معاه لأنه برد عادي لحد دلوقتي الأمور الأمن المستطاب يعني زي ما بيقولوا هنتعامل معاه لأنه برد هنسيطر بس على الأعراض بالبروتوكول العادي مش هناخد بقى كورتيزون زي ما كنا بناخد ولا السولوبراد ولا الكلام بقى اللي كان بيأزينا نفسان أصلا أنا أستاذ الكورونا كل المجات الحقيقة فعلى ممكن أكتب رشتات بصراحة حاجة صعبة جدا فأنا مش هناخد الكلام ده هنتعامل بقى لأنه برد عادي هل أنهي في عمرية بقى الموضوع لازم ياخدوا بالهم كواس قوي والموضوع ممكن يتفاقم شوية عندهم ممكن يحتاجوا أكسجن بعد الشر أو يسيطر على الجهاز التنفسي زي ما كان بيحصل والكلام اللي هو مش عايزين نرجع له تاني ده إن شاء الله يعني أكتب لاش أسوأ دي أنا أقول أكتر فئة لازم تاخد بالها دايما بقول بيبتدي بيهم الحوامل لأن السيدة الحامل دي سيدة عندها اختلال مناعي لأن هي بتحمل جنين فربنا رحمة ربنا بيخلي دايما الأداء المناعي بتاع الجسم الأم الحامل أقل عشان تقدر تستوعب إن فيه كائن بيكون جواها منعته مختلفة فدايما الأم الحامل أو بتبقى فيه مرحلة بدايما بيكون منعتها منخفضة فالحوامل لابد أن يتقوا تماما ويقوموا بالحرص والحذر وأهم حاجة البعد عن أي فرض أو شخص يكون عنده الأعراض بتاعة البرد أو الأعراض اللي هي بتاعة الألف الأنزة أو الرشحة أو كده نمرة اتنين كبار السن كبار السن لازم إنهما يبقى فيه بعض الحزن لأنه بطبيعة الأمور وبطبيعة التقادم في السن بيكون فيه انخفاض في المناعة نمرة تلاتة أصحاب أمراض الجهاز التنفسي اللي عندهم رب اللي عندهم سدة رقاوية نمرة أربعة الأمراض المزمنة المتقدمة الغير مسيطرة عليها واحد سكره ملخبط وظيف الكلا بتاعته مرتبكة أو عنده فشل كله واللي قدر الله الكبد عضلة القلب الناس اللي عندها ضعف شديد في عضلة القلب مش الأمراض المزمنة اللي تحت السيطرة لأن المجتمع لأن الحاجات اللي هي بعيدة عن السيطرة وأي تدخل لطبي أو أدوية ممكن يزود الموضوع سوء مزبوط ده اللي هي تقصده مزبوط نمرة خمسة الأفراد اللي بياخدوا أدوية مصبتة للمناعة فيه ناس اللي عندها الروماتويد أو أمراض الزئبة الحمرة أو الأمراض المناعية بياخدوا يوميا مواد مصبتة للمناعة من ضمنها الكورتزون وفيه أدوية كتير جدا مصبتة للكورتزون الناس دي برضو لازم تتقي العدوى أو يبقى عندها إجراءات متقدمة نسبيا عن الناس اللي هي الأفراد العاديين طيب أنا عني سؤال بقى يا دكتور وبرضو أنا متأكدة أنه سؤال ناس كتير قوي بعد ما جلنا كورونا أكتر من مرة أو حتى فيه ناس جالها مرة فيه بعض الأعراض كده بتيجي لحد الوقت غير مبررة بالمرة وغير مفهومة وفيه ساعات كده زي ما بيقولوا عليها باللوكل يعني كرشة نفس بيجي فجأة كده إحساس مثلا بدوخة تميلة حاجات كده غير مبررة ونعمل مثلا إشعاعات سي تي على الشست نعمل تحليل كل حاجة تمام بس إحنا مش تمام سلسل ما وضحنا هيك عننا دراسة دقيقة ده أنا الموضوع أنا استويت يا دو الحقيقة أنا استويت يا دو فأنا مش عارفة المشكلة فين وفعلا عملت إشعاعات كتيرة وحاجات كده ولكن أنا بتجيلي ساعات كده أتاك أتاك فعلا بمعنى الكلمة أنا مش قادر أخد نفسي مش قادر أسوق باركن حاجات كده وما فيش سبب ليها دي سموها دي مجموعة من الأعراض جمعوها في حاجة اسمها post-covid syndrome فيه في العلم حاجة اسمها المتلازمة فيه مرض وفيه متلازمة متلازمة دي معناها أن الطب لما بيلاقيش رابط ما بين مجموعة من الحاجات فبيسميها متلازمة فسموها post-covid syndrome اللي هي متلازمة ما بعد الإصابة بالCOVID وفيها كل اللي حضرتك قلتيه ده عادي طيب ده عادي طب هيروح إمتى ولا أنا سيلف ليمتد يعني هو هيختفي أكيد لوحده وبدون علاج والظريف إن زي ما حريك قلتي كل ما هتعملي فحوص هتلاقيها نومة سليمة سليمة بظهر فسموها العلم عشان يجد تفسير لده لدرجة إن حتى عشان يجد تفسير ولا عشان ما وجدش تفسير ما وجدش تفسير ويجد رابط يحطه لأن علميا لازم يكون عنده إجابة فقالت دي البوست-covid من ضمن البوست-covid حاجة غريبة جدا الاكتئاب إنهم لقوا إن في ناس بعد الإصابة بالCOVID جاتلهم لبات من الاكتئاب ممكن في ناس قاعدت معهم شهور طويلة هو راجل أو ست حياتهم نكحة جدا والله يا دكتور دي حاجة مهمة جدا أنا كده فسرت قال مش هم السبب الكوفيد هو عشان يعني اكتئاب دا مش منه معي المتلازمة وريحة للنفس إن الإنسان يقول إن البوست-covid لكن فعلا البوست-covid دي موجودة وشغالين عليها جدا جدا إزاي هي بتحصل وإزاي هي بتكون موجودة وإيه الرابط فيها وإيه السبب فيها لكن حتى الآن لا يوجد تفسير يعني إحنا أي حد يا جماعة بيجراله زي ما بيجرالنا كده نقدر نقوله دا عايدي ما تقلاش هتكتفي حاول تنسى مزبوط وساعة الأتاك دي برضو ما عملش حاجة أسف ساعي بحس إن أنا خلاص أنا بيموت يعني إطلاقا عايدي إطلاقا ما هو الناس أعداء مجاهله معنى إيه هو أول لما الإنسان يعرف إنه دي البوست-covid فهو بيحصل له اطمئنان هو إيه سبب المشكلة بتبقى إنه نفسه متضايق فالأتاك بتزيد بالزابط وبيربط دا إنه الكوفيد وإن أنا أكيد طلعت من الإصابة دي بمشاكل وليه حصل لنا كده الوحدي واللي هي المسلسل اللي بيدور في زين الإنسان في الخلال سوائني فأول حاجة تعرفها لما بيعرف إنها بوست-covid وإنها حاجة مجمعة وليس لها تفسير وليس لها ضرر هو نفسه بيحصل له استراحة داخلية أو هدوء داخلي وبيبتأ سلف لمتيد أو بتروح لوحدها بعد كده والله يا دكتور طمنتنا ونورتنا النهار دا وصباحك صباح الورد دكتور أشرف دكتور أشب جهر أخصائي أمراض البطنة والمناعة نورتنا يا فن أشكرك شكرا جزيلا على توضيح الصورة وإن أنت فعلا حقيقي طمنتنا سعيد بوجود حدث سيدة مشاهدين هنخرج لفاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية مع تانية فكراتنا النهار دا ما ترحوش في حد